نعم أنا قلت أن المملكة على قتم على الولايات المتحدة الأمريكية تمر بيعني ليس توافق مستمر على طول الوقت وليس اختلاف على طول الوقت وذكرت مثال 73 وأيضا سبتمبر 11 أحداث أفغانستان أيضا البرنامج النووي لما تم الاتفاق عليه في 2005 ولم تستشر المملكة ويوقد رأيها فهناك قد يكون نقاط التقاء ونقاط اختلاف يعني يمكن تكون لكن لا نستطيع أن نجهل أو نتجاهل الدور الأمريكي فيما يتعلق بالمنطقة بحكم مسؤولية الدولية هذا يقودنا على المنضوع الثالث والتحدي الثالث والمهم وهو الملف الإيراني بمعنى المفاوضات بدأت في 2021 ما الذي سوف نشهده في 2022 هل اتفاق السابق سوف يعود إلى ما كان عليه الذي أثبت فشله والذي رفضته الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس السابق والآن الدول الأوروبية سواء فرنسا وبريطانيا وألمانيا كلها تعتقد أن هذا الاتفاق لا يفي بالغرض الذي يوقع من أجله ولا بد من إعادة اتفاق جديد هل هذا يعني أنه انسحاب هذه الدول من الاتفاق الذي وقعته المجموعة 5 زائد 1 فيما عدا روسيا والصين لأنه لها مصلحة في الاستمرار هل هذا يعني انسحاب إيران منه والعودة إلى اتفاقية حذر أصلحة الدبار الشامل أو هذا يعني أنه إعطاء إيران بالمقابل الصلاحية لأن تتمادى هي خلاص ستقول طالما أنتم ما تبقوا الاتفاق ولم نصل الاتفاق تتمادى في التخصيب فتصل إلى أعلى درجاته مثل ما حاولت الآن ووصلت في بعض النسب إلى 60% في بعض المفاعلات فأيضا كل الملف النووي أو هل سيكون لأنه إذا فشلت المفاوضات أمامنا غيرين إما أن يكون في واستمرار السياسة الأمريكية إما أن يكون في العمل المخابراتي لن يؤتي بالنتيجة هنا العمل المخابراتي يعطل التنفيذ يؤخر التنفيذ زي ما عملت إسرائيل في تعطيل طالد المركزي وعطلت 700 طالد مركزي إيراني لأنها استطاعت أن تخترق أمنيا سايبريا أمني سبرالي استطاعت أن تخترف حققت هذه النتيجة لكن النتيجة الأخرى ستكون هو ردة فعل عسكرية ردة فعل عسكرية معاته حرب في المنطقة المملكة ليست مع حرب في المنطقة ولا تريد حرب من منطقة إلا إذا كان هذا آخر الحلول لسبب لأنها تعرف تبعات وويلات ونتائج ما يمكن أن يحدث فأقصد أن نتيجة التفاوض والسلوك الأمريكي اللي رح يكون مع إيران سوف يقود إما الحل الأمثل بالنسبة لنا هو اتفاق جديد يراعي مصالحنا في المنطقة التي طرحتها المملكة بشكل واضح ويراعي اتفاق يمنع امتلاك إيران لقدرات عسكرية نووية تمثل تهديد بالنسبة لنا هذا الثالث العراق واستمرار الأمن والاستقرار فيه لأن العراق بالنسبة لنا جدا مهم والمملكة في 2021 استطاعت أن تقوم بدور كبير جدا في عادة العراق للحضن العربي